السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في درس جديد من دروس في الدرس ده هنكمل شغلنا مع الريال تايم داتا بيز. هوضح حاجة ممكن تكون مفيدة في بعض الحالات وفي بعض البرامج زي برامج او برامج تواصل اجتماعي. في البرامج دي ممكن يحصل لانه المستخدم هو شغال على التطبيق اتصاله بالانترنت ينقطع او اتصال السري جي مثلا انا عنده الواي فاي او يحدث اي خطأ في سواء كان من ناحية الفير بيز او من ناحية الجهاز عندي او من ناحية التطبيق نفسه بتاعي يسبب فقدان الاتصال بالريفرنس او بالداتا بيز نفسه بالريال تايم داتا بيز فاحنا عايزين لما يحصل فقدان الاتصال يحصل ابدت لفاليو معينة او في فاليو جديدة تضاف مسلا تبديله ستيتوس او حاجة. الموضوع ده من البداية يختلف تماما عن انه لما المستخدم بشكل يدوي يضغط يعني انت مسجل دخول اليوزر بتاعك زي التطبيق بتاعي انت تعال انشغله تطبيق اللي احنا عاملينه تطبيق بتاعي المستخدم مسجل دخول فلو روحت على هنا وعملت مش هينفز الامر اللي راح اكتبه دلوقتي لانه مش معناه انه الاتصال بالداتا بيز انفصل او الاتصال بالفاير بيز اه انقطع لا. حتة لو انت عايز تعمل لما تضغط يعمل لحاجة عنده موضوع او دي يعملها بشكل يدوي يعني في زر اللوج اوت نفسه وامر اللوج اوت اللي احنا عاملينه شوف معمول فين هنا في انه شاشة انا مش متذكر شوف امر بتاعك هنا معمول فين اول هو ده وفي امر اللوج اوت قبل ما اعمل اعمل ابدات للفاليو بتاعتك هنا ابدات ستيتوس اعملها بشكل يدوي حسب ما انت منظم على الجدول بتاعك الامور دي ممكن توضع اكتر لو بنينا تطبيق شات او بنينا تطبيق بالكامل في الاخر الحاجات دي هنربط كل الحاجات اللي نعملناها دي مع بعض سواء 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 الحاجات اللي لسه جاية قدام وكل الحاجات دي فاللي بيحصل احنا عايزين اه نحط حالة او حاجة توضع في بتاعي تعمل معينة او توضح فخدان الاتصال بالانترنت او فخدان الاتصال بالسيرفر وليكن الداتا اللي انا هعملها دي وليكن هخليها تحت التشالد كومنس لا خلينا يبقى الرفرنس الرئيسي نفسه هنا وفي الرفرنس الرئيسي هنا هعمل اه اوبديت لتشالد فاليو انا لو عملت او كتبت كلمة او ديس كونكت كده هلاحظ في اكتر من ميسود هنا الميسود ذي كلها بتعمل الحاجات اللي احنا عادينا هتعمل الحاجات العادية المتعودين عليها حسة وكل حاجة فيها بتاعها وفي الطريقة العادية بدون هستخدم عشان احدث نود معين وليكن النود اللي هحدثه هسميه ستيتوس والستيتوس ده هتدي له مثلا هنا اوفلاين ببساطة لو رحت عندي اشوف انا شكل الصفحة عندي هي عبارة عن كومنس بتحدي هالكلام ده انا هعمل نود جديد خالص على الروت هنا بالكلمة اللي احنا كتبناها والله عايز تعملها بالشكل ده اوكي عايز تعملها بشكل تاني واحدة اقول لي انا هعمل والتشالد ده هسميه ستيتوس وهاجي في الاستيتوس اقول له ست فاليو بس نستخدم بتاعت الان ديس كونكت ست فاليو لو مش حابب تستخدم ده ممكن تلغيب ببساطة وتقول له هنا اوفلاين والله يا حابب استخدم مسلا السطر ده او ده مفيش مشكلة الاتنين هينفزوا نفس الموضوع ابشغل التطبيق بتاعي خلي التطبيق بتاعك في الوجه هنا واضغط مفيش اي حاجة ظهرت هنا فمعنى كده انه الامر ده بيستنى لما يحصل ديس كونكتد طب بالسبب ان انا بستخدم السيميليتور موصلتش الايفون بتاعي هنا مش هنقدر من هنا نروح مثلا هنا على وضع الطيران او نعمل اي حاجة تفصل الاتصال بالانترنت ومش هقدر رفص الاتصال بتاع الجهاز بتاعي المعتمد عليه السيميليتور بسبب ان احنا عايزين نشوف التحديثات بنستخدم الانترنت ونشوف تحديثات طب ممكن اعمل ايه واحدة يقول لي ممكن اقفل التصبيق والله احيانا بتنفع احيانا ما بتنفعش يعني انا عن نفس جربتها احيانا بتنفع انك لو قفلت المشروع احيانا ما بتنفعش يعني لو رحت من هنا كده قفلت المشروع احيانا بيحدس الاتا احيانا ما بيحدس فانت عشان نبقوا متأكدين في امر جميل اسمه ايه الامر ده اسمه الرفرنس دوت الرفرنس ده ايه لازم يكون الرفرنس للا مش رفرنس اللي انا بعمله بدخل على الرفرنس نفسها على الرفرنس الرئيسية وهدخل من هنا هلاقي في حاجة اسمها جو اوفلاين وجو اونلاين لو قريت التفاصيل بتاعتي هنا بيقول لك بيقفل شاد ده واللي بالفاير بيز بشكل يدوي لحد ما تعمله اونلاين انت بشكل يدوي تاني فالامر ده هو بيقفله طب لو شغلت التطبيق بتاعي برضو مش دايما هيزبط معك ينفزه ده بسبب انه العملية الاولى بتتم في الخلفية وكده فممكن الامر يتنفز وممكن ما يتنفز فالاحسن تعمله ايه عشان تتأكدوا من الحتة دي اعمل للصفحة الاول انا عشان اتأكد من الموضوع ده هاخد السطر بتاع الاولاين والافلاين ده وهنعمل اي زر كده عشان عندي اضافة وليكن تعالى نعمل زر هنا نعمله هنا بالكود وبعدين نضيفه وليكن الزر ده هاخلي مسلا جو اوفلاين سندر يو اي بوتون كل اللي بعملو فيه كده واعمل زر تاني جو اونلاين سندر بتاعي يو اي بوتون هاخد نفس السطر هاخلي جو اونلاين معفوان اونلاين هحتاج اني اروح بس على معفوان ده اوتلت مش اكشن مفروض ده اكشن هروح بس عندي على بتاعي هو ده هاخد الزر ده واعمل نسختين تاني تحته بس نتأكد نفس الاي من الاول لما هاستخدم طريقة النسخ هنسخه من تاني وهندي له شوية قيود كده للتنسيق بسرعة وهيجي في الاولي ده اقول له جو اوفلاين والزر التاني ده اقول له اونلاين هنشغل التطبيق بتاعنا طبعا انا لسه مربطتش ده بالاكشن بتاعي فاسحب من هنا على وقول له هنا ده واسحب اكشن من ده على ده هنلاحظ العلامة الشرطة دي معناها انه متصل بالفعل بحاجة هنشغل التطبيق بتاعنا والمراضي اللي هنعمله اضغط على الزر بتاعي الاول بعد ما اروح اضغط الزر ده تعال نروح اونلاين تعال نرجع تاني اوفلاين اللاحز الكود بتاعي ما بينفزش وده السبب لو قريت هنا في الكونسول بيقول لك يعني بتاعك مش مزبوط طبعا احنا المشكلة دي قابلتنا قبل كده الحل الببساطة انك مسطب اكتر من برنامج عندك او بتستخدم نفس الفير بيز ده وده خطأ قلنا في الفير بيز اسدكي فالحل انه هعمل لوج اوت هو هعمل لوج ان من تاني وبعد ما اعمل لوج ان طبعا هنا رفض البيانات بتاعتي انا مش متذكر البيانات اللي كنت اعملها ايه ولا كنت اعلم جرب تست البيانات بتاعتي مزبوطة فسجل دخول تمام ده على اروح برضو نخلي ده في الخلفية هعمل للكومنت بتاعي بعد كده هاروح تعالى هاروح من هنا من تاني لأي حاجة هاروح بعد كده اوفلاين هاروح بعد كده تعالى نشوف في ايه اخطاء في الكونسول ما فيش اخطاء تعالى نعمل للصفحة بتاعتنا عايزين نعرف الخطأ بتاعنا ده سببه ايه فتعالى هاروح هنا على على المتحكم هنا ده الملف بتاعي نشوف الكود بتاعنا تعالى في الكود بتاعي بتاعي انا همسح ده كله بس عشان تعالى انا همسح كل الحاجات اللي هنا دي عمل لها كومنت وهجيب السطر بس بتاعي اللي كنا بنعمل في ده وهنحطه مباشرة بس عشان نسرع العملية شوية تعالى من هنا هاخد هاروح على بتاعي الستيتس ده بتاعي اللي هنستخدم اللي هو الكومبليشن هندلر كومبليشن بلوك في الكومبليشن بلوك بتاعي كان في ارور تقريبا وكان في اه اه على ما اذكر ايه تمام يساوي الايرور بس عشان نتأكد لو في اي اخطاء قبلته هو بيعمل الكلام ده هنضغط على زر ما فيش اخطاء الطابعة عندي المفروض الامور تبقى تمام هنلاحظ في حاجة ظهرت عندي هنا بالرغم ان انا ما رحتش طيب طيب تعالى نحزفها تعالى بس هاروح على عندي وتأكد بس انه الزر ده مش مربوط باكتر من حاجة ده go online ده go offline تمام طيب تعالى نضغط عليه تاني ما طبعش حاجة تعالى لما نروح go offline بقى نجبره مجرد ما راح go offline ظهر السطر بتاع الستيطس عندي تمام? لو حاولت ابعت كومنت تاني تعالى نمسحها من تاني ونجرب مرة كمان لو حاولت ابعت كومنت تاني مش هيعمل حاجة ليه لان احنا مش online تعالى هنروح online الاول بعدين هنبعد اي كومنت بعدين هنروح offline سطر بنفس بعد ما بروح offline تمام? فاذا دي اوامر بتنفس لما يفقد الاتصال زي ما قلت لكم ممكن تستخدموها براحتكم على حسب طبيعة البرنامج اللي انت بتعمله on disconnect في حاجة بالcompletion دي بتعرفك بس انه الامر ده راح تسجل في السيرفر هناك ولا لا لو انت طبعت اي جملة هنا بتطبع فوري طبعتها او التنفيذ اللي بيحصل مش معناه انه ال value دي حصل لها ستة هناك لا الكلام ده معناه انه الامر ده راح خلاص للسيرفر وهيتم تنفيذه من هناك لما يفقد اتصال بالبرنامج بتاعك تمام هنلاحظوا في منها اكتر من حاجة الحاجة الجميلة هنا في حاجة اسمها cancel disconnect بتعمل اي بتلغي اي انت عطتها طب تعالى نجربها بسرعة في اي مثال هنا فتعالى اليكن كده هعمل انا زر جديد هنا اه اعمل اي زر باي اسمه بس للتوضيح الزر ده اللي بيعمله ايه الزر ده بيروح للرفرنس بتاعي الفلاني وبيمسح اي موجود عليه فانا ممكن لو حابب يعني اروح للفاير داتابيز للرفرنس الرئيسي والغي اي عمليات عدتها بس كلها مفيش مشكلة طبعا ده اكشن الملحوظة ممكن ما يكونش حد اخد باله منها ان الاوامر بتاعت والحاجات دي بتتنفذ على الفرنس معين يعني انا الفرنس اللي انا عليه ده هو اللي بيتنفذ عليه الموضوع ده الابديت فانت ممكن تعمل على اكتر من الفرنس مختلف وممكن تعمل على الفرنس معين او على الرئيسي وبالتالي على كلها زي ما عملت في الزر ده ده تعال بسرعة كده تعال هنعمل زر كمان وهسميه مثلا والكانسل ده هعمل له شوية قيود هنا ومنساش عشان انا نسخته الغي اي اتصال باي ميسل تانية عشان ما ينفذش حاجات بالخطأ ونسحب من هنا كنترول ونربطه بالكانسل كنكشن تمام ده الطريقة اللي انا بحب اعملها احيانا لو انت سريع شوية في الكود انك تكتب الاكواد بتاعتك وبعدين تربطها هنا ما تنساش تربطها بالانترفيس بطا احنا اللي هعمله بعد دلوقتي اني هعمل سنت كومنت وهتدي له جو اوفلاين مجرد ما اروح جو اوفلاين طبعا الامر عادي هضغط شفت وامسح المسج من هنا والمراه دي هعمل سنت للكومنت تاني مش هينفذ حاجة عشان احنا بالفعل اوفلاين هرجع تاني اونلاين الاول بعدين ارجع اوفلاين هلاقي السطر ينفذ السبب في الحتة دي اللي انا عملتها عايز اوضح لكم حتة صغيرة انه في ميزة قوية جدا ومفيدة جدا انه اي عملية انت بتعملها سواء او حزف او اي حاجة بتتخزن الاول لوكالي على الجهاز بتاعك بشكل محلي انا كنت عايز اخصص فيديو واتكلم عنه على الموضوع ده لانه ده تعامل اوفلاين كل حاجة بتتخزن عندك اوفلاين وبعد ما بتروح اونلاين كل العملات المتخزنة عندك في اللوكال بيحصل مع مع فالموضوع ده مفيد جدا انك انت مش هتشغل بالك ولا محتاجة تحط اكوات زيادة انت تتعامل زي ما انت عادي بالتطبيق وبيبقى فيه لوكل للداتا هنا وفيه سيرفر داتا هو بيعمل لما الاتصال يبقى موجود بشكلة الغاية وده السبب اللي حصل لما انا دلوقتي انا موجود اوفلاين خلوا بالكم انا اوفلاين على كده وبعدين عملت سند للكومنت فالمفروض ما فيش اتصال فالمفروض كان اداني خطأ صح لا هو اخزن الامر عنده ومجرد ما بروح اونلاين بنفذ الامر فكده بعت للفيربيز قاله لما تفقد الاتصال نفذ الموضوع ده فلما جيت فقدت الاتصال مرة تانية عمل ايه الاستطس تحدثت ده السبب الحاجة الاخيرة اللي عايزين نتجربها موضوع الكنسل انا دلوقتي هتأكد ان انا اونلاين الاول اعمل سند الكومنت بتاعي تمام المفروض لما اروح اوفلاين هيزهر السطر طب هعمل كل العمليات اللي موجودة عندي عملت من هنا وبعدين رحت اوفلاين لما اروح اوفلاين هلاحظ ايه مفيش اي حاجة حدست فمعناها انا عملت للعمليات اللي موجودة كلها عندي عدتا بيز كنسل اشن ده ممكن اعمله على الرفرنس معين ممكن اعمله على الفيربيز ككل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة